الكبس الهندية طاعمها فوق الخيال إدمان كتير طيبة ضروري إنكم تجربوها وفوق كل هيك عملت لكم إياها صحي عند صدرين من الجاج المسحب قطعتهم مكعبات هرست أربع سنان توم وضفت عليهم نص مع الأصغيرة من الكاري ومع الأصغيرة من بهاري المسالة وربعوا مع الأصغيرة من الكمون مع علبة لبن زبادي مع الأكبيرة من النشا ملح ملون طعام قلبتهم سوا وغطيتهم وتركتهم بالتلاجة تقريبا أربع ساعات بالألاية الهوائية على درجة حرارة 150 إلى 20 دقيقة وهيك صار الجاج جاهز تركتهم على جنب بتنجرة غسرت كاسم من الرز حب صويله وحطيت محهم مي بهارات صحيحة وملون طعام وتركتهم يغلي لستوى الرز تماما بالألاية ضفت ربع فنجا من زيت الزيتون راسان بصر كبار فرمتم ناعم سنين توم مهروسين مع الأصغيرة من المسالة مع الأصغيرة من البابريكا مع الأصغيرة من الكركم مع الأصغيرة من الكزبرة نص مع الأصغيرة من الفلفل الأسود ونص مع الأصغيرة من الكاري مع معلقة كبيرة من رب البندورة وعلبتين لبن زبادي أنا ضفت اللبن زبادي لأمد أكتر من السوس مع رشة ملح معلقة صغيرة من سكر ستيفيا وكترت من هذا السوس حتى قريبا حطيت العلبة كاملة لأنه أعطي طعم كتير طيب مع فنجانين من المي السخنين وتركتهم يغلوا أول ما غلوا نزلت عليهم الجاج وتركت الجاج جيغلي مع السوس تقريبا لمدة دقيقتين وما أحكي لكم طعم الجاج شو بشهي سكبتوا بصحنة تقديم الرز والسوس مع الجاج مع رشة كزبرة على الوجه